وصلت نسبة الانجاز في مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي في حتى إلى 44% وستصل القدرة الانتاجية للمحطة إلى 250 ميجاوات بساعة تخزينية قدرها 1500 ميجاوات في الساعة وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاما وقام معالي صعيد محمد الطاير العضو المنتدب رئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي بتفقد تقدم سير العمل في المشروع والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي واتصل استثمارات المشروع إلى نحو مليار ونصف المليار درهم وستعتمد المحطة الكهرومائية في إنتاج الكهرباء على الاستفادة من المياه المخزنة في سد حتى وسد آخر علوي جاري انشاؤه في المنطقة الجبلية كما اطلع معالي خلال الزيارة على سير الأعمال المتعلقة بالنفق المائي والذي يربط بين السدين